السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من افضل الكتب الواحد ينزح ان هو اراها في فترة دية كتاب جدد حياتك الكتاب دوت كتب او الشيخ الغزالي وبدأ المقدمة بداية صادقة ان هو نسب الكتاب دوت قال انا اريت كتاب ده عقلق وابد الحياة للكارنيجي وعلى اساس ان انا اريت الكتاب دوت كتبت كتاب جدد حياتك فجميل جدا ان الواحد يكون صادق وما يستدل من كتاب يقول ان او استدل من كتاب كذا فقال لك ان انا اول ما اريت الكتاب دوت قلت ارد الكتاب ده الاصول الاسلامية لان الكاتب كان بيستشد كتير بكلام من خارج الاسلام وبياخد كتير من كل الفلسفة المربيين والكلام ده عندنا فلو حد عمل الكلام دوت وابنيا ان هو بيطيع كلام رسال السلام وكلام ربنا هياخد حسنات وهيوصل للحاجات بدلا ما يعود يجرب ممكن يكون الفلسف ده غلط في الغلطات فانت تجرب الاخر تكتشف ان وغلط زي ما كل الكتاب بيطلع بتلاقي في اخطاء ويحصل تحديث وتجديد والحاجات دي فالكتاب من كتب جميلة جدا وبيزاد في العصر بتاعنا اللي مليان قلق ومليان توطر ومليان عصبية فهو بيقولك يعني ليه القلق انت عمال تفكر في الماضي واحنا لو احنا نقدر نمد ايدينا ونغير الماضي كنا عملنا كده بس دي حاجة مستحيلة فحنا نركز في اللي احنا فيه ونعمالش نفكر في اه اللي يحصل بكرة والمستقبل ونندم وعلى الماضي ونعد نشغل بالمستقبل لا خلينا كده اه نركز على الفترة الحالية ونحسن وندعي ربنا ان هو يعني يحسن لنا دنيانا ويحسن لنا خاتمتنا في الاخرى وبيقول خلى عندك قناعة يعني انت حال لو ملكت الدنيا كلها لو ملكت الدنيا كلها بش تدار تنامج على سير الواحد وش تدار تاكل اكتر من ثلاث قط في اليوم فانت ايه فقر ايه بقى عملت المصر بقى ان انت اه لو عندك الجبل المندهب هتتمنى لك الجبل تاني وتالت ورابع فلا ما ما يبقاش في طمع وترضى من قسم الله لك وتسعى لتحسين وتسعى لحاجة كويسة بس نفس الوقت ما ما تعودش تقول لأ دي انا عملت حاجة حرامة هقدر اعمل حاجة فلوس اهم حاجة ان انا لغاية تبرر وسيلة ولازم اوصل لحاجة اللي عايزها والفتيكر رسول السلام بيقول ما كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي رغمه وما كانت الدنيا همه جعل الله فكره بين عينايه وفرق عليه شمله ولا مقته من الدنيا الا من قدر له دي يعني كلام جمل جدا والشيخ غزال بيقول حياتك مصنعة فكارك ساعة الانسان وشقاءه وقلقه وزكنته ده كل ده من نفسه من جواه هو اللي بيدي الحياة اللونها الجميل الحلو هو اللي بيديها اللون المجبد السيء والسائل بيتلون بلون الاناء اللي هو جواه يعني لو انا دوت مثلا لونه كذا فخلاص هياخد نفس اللون دوت تمام فمن راضياء فله الرضا وما سخط فله السخط تمام فالكتاب ما شاء الله فيه كلام كتير جدا جدا عجب الواحد فيريت القراءة يركز كده في الكلام اللي فيه وهو حتى يعني بيكلم في الناس بتاع تخوف الناس من ربنا تقول لهم لازم تسمع عشان ما يعزبكش فهو بيقول لا قدري لماذا يطيروا العبادة الى ربهم على اجناحة من شوق بدلا من ان يساقوا اليه بسياطة من الرهبة تمام فهو بيكلم بلد عن زفة الدين بين الناس ان هو بيزبط المثالك والعلاقات اللي بينهم على الصم الحق وقصة حتى يحب في هذه الدنيا حياة لا جورهم فيها ولا جعل وان الدين الانسان كالغذاء اللي بدني ضرورة لوجوده ومتع الحاسب فهتمنى ان شاء الله تقروا الكتاب ده ويعجبكم بإذن الله